من الخاسر الفاسق الذي ينقض العهود ويقطع ما أمر الله به أن يوصل ويفسد في الأرض هذا هو الخاسر وهذا هو الخسران الحقيقي هل الخاسر الذي يبيع السلعة بخسارة يسيرة يشتري بألف وبيع بثمانمائة أو تسعمائة نقل خاسر خاسر في العرف الخاسر الحقيقي من اتصف بهذه الأوصاف هذا هو الخسران الحقيقي وإلا فما موقع الدنيا بالنسبة إلى الآخرة عمر الإنسان مهما طال محدود وأنفاس معدودة لو عاش حياته كلها على المصائب على الفقر والحاجة والفاقة الجوع والخوف كل هذا لا شيء بالنسبة لكربة من كرة بيوم القيام لماذا صاروا خاسرين؟ لأنهم صاروا إلى النار المؤبدة عليهم عذاب لا ينقضي وهم لا يزول بخلاف الصنف الثاني الذين اتصفوا بضد هذه الأوصاف الذين لزموا طاعة الله سبحانه وتعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي وهم المتقون الذين يصلون ما أمر الله بها أن يوصل ويصلحون في الأرض بأعمالهم الصالحة فيصلحون بأنفسهم ويصلحون غيرهم أوصاف من حققها نال الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة كما أن هذه الأوصاف من اتصف بها خسر خسرانا مبينا لا ربح بعده ولا فلاح معه ولا فوز ولا نجاح